صباح الخير أعزائي المشاهدين صباح الخير والهنة والسعادة عليكم في كل مكان أسعد الله صباحكم بكل خير حلقة جديدة من برنامج مصر موطني على شاشة قناة الصحة والجمال مقدمته لكم الدكتورة هيبة الله حلمي حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن بعض المشاكل المهمة اللي بتواجه الشباب في مرحلة المراحقة تساقط الشعر قد إيه فيه كمية كبيرة من الشباب في سن المراحقة سواء كان من الفتيات أو من الفتيان بيواجه المشكلة دي وقدي بتسبب له أزمة جدا وخاصة لو كان بيصاحبها وجود قشرة أو لو كان فيه تناول بعض العقاقير الطبية من أثرها الجانبية تساقط الشعر كمان لو وجود فيه فراغات في فروة الراس برضو الشكل العام بيهم كل شاب وشابة النهاردة كل الكلام دعنا نعرف علاجه وأسبابه وأشكال تساقط الشعر مع ضيفي العزيز والغالي اللي منورني ومشرفني النهاردة دكتور ياسر عيسى طبيب جراحة التجميل والحروق والطب التجميلي برحب بيك يا دكتور أهلا بيك نورتني ومشرفتني بتسلمي لهذا نورك يا رب طيب في البداية دكتور عزيزي نتكلم إيه أسباب تساقط الشعر؟ تساقط الشعر فيه له أسباب كثيرة طبعا ومع اختلاف الأعمار ويختلف كمان الشباب من النساء من ضمن الأهم الأسباب ممكن أنه هي تكون جينية أو وراسية كمان ممكن تكون من الأسباب المهمة هي التغذية التغذية من ضمن الشغلات المهمة جدا اللي فيه كثير الناس بتأثر فيها وطبعا عدم أخذ الفيتامينات المهمة اللازمة نوع الغذاء كمان هو نوع الغذاء بيحدد أنك أنت الصحة وصحة الشعر من ضمن صحة الجسم كمان شغلة تانية كمان اللي هو العادات السلبية اللي بتنعمل والروتين اليومي طبعا كتير من النساء بتلاقي أنه سبب الحجاب أو شد الشعر كتير أو تفريج شعر كتير بالضبط بالضبط أو أنه هي مثلا كمان بتشد شعر كتير وبيتشد الوراي من ضمن أسباب تساقط الشعر وكمان فيه أكيد يعني أسباب طبيعية مثل الحمل والولادة هي كمان من أسباب تساقط الشعر أسباب كتير طبعا أنا أتطرق لها واحدة واحدة ولكن في أشكال بعد تساقط الشعر مثلا حضرتك تلاقي النهاردة في بعض السيدات تقولك أنا شعري بينزل بطوله تشده كده ينزل في بعض السيدات تقولك بعد الاستحمام مباشرة شعري بينزل لكن في أثناء التسريح العادي أو هو ناشف ما بينزلش الموضوع ده فعلا بيختلف؟ طبعا بيختلف أشكال تساقط الشعر لأنه بيختلف الأسباب فبيختلف شكل التساقط طبعا لو هي كانت بسبب تغذية مثلا حتلاقي أنه هو يوعى بأي وقت ما لا دخل أنه هي مثلا سراحة شعره أو لا في بعض الأوقات كمان نوع الشامبوهات هو اللي بسبب تساقط أثناء الاستحمام فهو هاي المشكلة بتكون بالشامبو نفسه كمان هاي هي الأسباب يعني اختلافها بيؤدي إلى اختلاف أشكال التساقط طيب إيه الأسباب اللي ممكن نقول أن هي السبب أو المرجعية أن فيه شعره بيتم إنباتها بشكل قوي يعني فيه سيدات شعرهم ما شاء الله بيبقى قوي وتقيل وفيه سيدات تانية شعرها بيبقى خفيف وسهل أنه بيقع بسرعة القوة هنا والضعف بيبقى ليها مرجعية ولا التغذية برضو هي دراسات كثيرة بالموضوع هذا وموضوع معقد يعني شرحه طويل ولكن لهو الأساس طبعا بتكون جينات أو وراسة فهي بتلاقي ناس شعره كسيف مثلا سواء من النساء أو الرجال بتلاقي شعر كسيف بتلاقي الشعره قوية فيه ناس بتلاقي ممكن يكون الشعر كسيف ولكن الشعره ضعيفة جدا ونحيفة طبعا هاي كلها هي الجينات وراسية وكمان التغذية كمان يعني والروتين اللي هي من أهم الشغلات اللي هي الروتين اليومي أو العادات اللي بيعملها الشخص هي بتأثر طبعا طيب برضو من العادات والسركات السيئة دي يا دكتور ممكن نقول موضوع ربط الشعر زي ما حضرتك تفضلت في البداية تسريح الشعر بشكل مستمر وإنها ممكن تعمله على طول حمامات كريم وزيت والاستحمام بشكل مفرد برضو ممكن ده يؤدي لتساقط الشعر؟ طبعا هي بتأدي لتساقط الشعر الروتين مثلا فيه ناس بتغسل شعره كتير وفيه ناس فاكرة أنه أنا لما بغسل رأسي كتير أو بحافظ على النظافة فنظافة الشعر فهيك معناها أنه أنا ما بيتساقط الشعر هي فعلا هي من ضمن أنواع التساقط بسبب عدم النظافة يعني أو الاهتمام الكتير ولكن صحيا وطبيا مفروض أنه ما ينغسل الشعر أكتر من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا وهذا الحد الأقصى يعني والأفضل أنه ما يكون يوميا يعني لو حينغسل ثلاث مرات بالأسبوع أنه يكون يوم ورا يوم يعني ما يكون يوميا ورا بعض ممكن أنه هي تعمل شور كامل أو الشخص يعمل شور كامل لكن عدم غسل الشعر التسريح لكتير الصبغات كمان هي بتأثر طبعا بتسبب تساقط كبير طبعا طيب ننتقل بقى نقطة تانية القشرة كتير جدا من الشباب يعاني من موضوع القشرة والقشرة بيصاحبها بقولك أنه أنا لما باجأ سرح بحس أن الشعر بينزل في إيدي فهل في علاقة فعلا بين القشرة وتساقط الشعر؟ أكيد أكيد القشرة هي من ضمن الشغلات المسببة بقوة تساقط الشعر لأن القشرة كمان بيصاحبها هي معدية وبيصاحبها التهاب فروة الرأس فهذا بيخلي شخص أنه هو يحك في أرض رأسه أو الفروة فهي بتسبب تساقط للشعر كتير والقشرة طبيعتها بتميل أنه لإضعاف فروة الرأس وبصيلة الشعر وبتسبب تساقط بهذا السبب طب أسبابها أيها دكتور؟ يعني الأشرة تبتيجي بتصيب الشخص منين؟ هو أسباب يعني فيه أكتر من سبب من ضمن الأسباب ممكن تكون هي أشهرها في اللي هو العدوى لأنه الأشرة طبعا معدية وفي ناس كتير ما تعرف أنه الأشرة معدية استخدام أدوات من آخر؟ بالضبط بالضبط اللي هو ممكن استخدام فرشة شخص آخر بتنقل الأشرة طبعا هي شغلة شغلة تانية أنه عدم الاهتمام مثل ما أنه خصوصا في فصل الصيف العرق بالضبط العرق وعدم الاهتمام بنظافة الشعر فيه ناس مثلا من ضمن الشباب بتحط جل كتير أو كريمات هاي الأسباب كلها بتكون بسبب عدم غسلة بتكون الأشرة طيب والعلاج بقى النهاردة عاشنا علاج بقى للأشرة العلاج للأشرة هي طبعا فيه ناس كتير بتسأله وفيه ناس كتير عندها مشكلة للأشرة وممكن ما تكون يعني هي بس عشان نوضح أنه فيه ناس بتفكر أنه هي بس عنده أشرة بسبب عدم النظافة لا هذا مو صح لأنه مثل ما قلنا أنه الأشرة ممكن تكون بسبب أنه هي عدوى بسبب استخدام أحد المستهلكات للشخص العلاج فيه أكتر من علاج طبي مثلا لها شامبوهات هي تتواصب عليها مرتين بالأسبوع بحد أقصى يعني مثلا مثل شامبو ديركوس يعني هو من ضمن شامبو فرنسي من ضمن الشغلات الجيزة جدا اسمه ديركوس طبعا شامبوهات يعني هو مجموعة شامبوهات في منه تساقط الشعر في منه الأشرة فلي بيفيدنا هو ديركوس الأخضر هو هذا علاج فعال طبعا للأشرة قوي جدا بيعالجها يعني بخلال أسبوع يعني بإذن الله طيب بالنسبة لو في بعض الأشخاص بيعانوا من وجود فراغات في فروة الرأس هل الفراغات دي في علاقة بينها برضو وثيقة بموضوع تساقط الشعر أو حصلوا عدوى من بعض الأشخاص الآخرين ولا الفراغات دي ممكن تيجي برضو حاجة ورصية الفراغات ملاقش دعوة بالعدوى يعني ممكن ما تكون بسبب عدوى من أشخاص تانين لا ولكن الفراغات ممكن أنه هو يجيله مثلا زي التعلبة فبيسبب أنه تساقط الشعر أو يسبب فراغ كبير فبيفضل مكان هذا بفروة الرأس ممكن كمان أنه الفراغات بالشعر ممكن تكون بسبب أنه وراثي على حسب مكانه وطبعا على حسب الرجال والنساء بحقيقة ممكن نلاقي بعض الشخص بعض الأشخاص بنلاقي عنده في المكان المعين ده فيه فراغ أو ما فيش إنبات للشعر بنلاقي عند نفس المكان عنده والده فده فعلا ممكن يبقى جينه وراثي ينتقل بالضبط طبعا يعني مثلا أكتر الأشياء اللي بتسبب أنه منطقة معينة مثلا منطقة واحدة كبداية هي مرض التعلب مثل ما قلنا ولكن مثلا فيه الشباب وكمان ممكن يكون بعض النساء أو البنات بيكون بسبب وراثة من الأب فبيكون الرجال هون عنده فراغ كبير مثلا أو مؤخرة الرأس هي بتكون ممكن وراثة يعني سبب كبير بسبب الوراثة من العائلة مش شرط تكون من الأب على فترة أو الأمر أخذ أفراد العائلة ممكن له من الجد كمان أو من العائلة الأكبر ممكن تسبب طبعا طب عايزين نعرف نعرض يا دكتور التقنيات الحديثة اللي تم استحدثها واكتشافها في علاقة ساقط الشعر والفراغات الموجودة في فروة الرأس سواء كان عند الرجال أو النساء تمام اللي هو علاج الفراغات أو تساقط الشعر في أكتر من تقنية حديثة موجودة طبعا لو هو ما في شعر أساسا هتكون مثل يعني مثل ما كل الناس بتعرف هتكون زراعة الشعر الفراغات والتساقط في أكتر من علاج من ضمنها بيتقال الدراسات اللي هو البلازمة حقن البلازمة بيتسحب البلازمة من الشخص وبتتحقن بفروة الرأس سواء عن طريق حقن مثل حقن الإنسولين أو عن طريق اللي هو الدرما بين أو فيه كمان طريقة أخرى اللي هي اللي هي معامل نمو الشعر أو اللي هي الخلايا الجزعية هدول هن الطرق نحن منحقنها هاي بتكون جاهزة نحن مناخدها بسيرنج ومنحقنها بالرأس ومنعمل جلسات درما بين كل أسبوع مثلا ممكن نعمل جلسة أو كل شهر ممكن نعمل جلسة بيستمر على حسب الحالة بالبداية بيوقف التساقط الشعر بتبقى أقوى بيبدأ ملء الفراغات يعني ما هيكون لهو بدرجة مثل ما شخص متخيل كبد يعني مثلا بيبدأ بشغلة اسمها البيبي هير البيبي هير هذا يعني شعر الأطفال بالضبط اللي هو زي الوبر البسيط الشعر الخفيف اللي بيبقى فاتح فبعد ما بنعمل هاي الجلسات بتكون بيبدأ بالبيبي هير بعدها مع كتر الجلسات وتكرار الجلسات أقل شي يعني شهرين ونص تقريبا أو 12 جلسة 16 جلسة بيبدأ يطلع الشعر من أول وجديد بس هيكون أقوى طبعا يعني كم جلسة يا دكتور ممكن يعني الشخص لو بيعانم الفراغات شديدة كم جلسة يخذها؟ على حسب الفراغ هل هي كان مشكلة عنده مثلا مرض فطبعا لازم نعالج المرض اللي عنده أول شيء والتغذية طبعا مع الجلسات لأنه التغذية والفيتامينات الجلسات بدونها ما في إلها أي فائدة طبعا ومثل ما إلنا العادات أو الروتين اليومي اللي هو بيتعمل بيحتاج مثلا من 6 جلسات إلى 12 جلسة 18 جلسة على حسب الحالة وعلى حسب الشخص اللي قدامنا هو شو النتيجة اللي بده يوصل له طيب حضرتك بتطلب أي تحاليل أي بعض التحاليل أو الأشعاعات الخاصة بالشخص قبل ما بتختره أنه هو خلاص هنعمل وزراءة شعر ولا ما فيش تحاليل مطلوبة هو طبعا شوفي أشعاعات ما في أشعاعات نحن منطلبها تحاليل منطلب صورة دم شاملة أتيضة عشان نحن نشوف شو عنده المشكلة لكن كمان ممكن نحن عن طريق ميكروسكوب نحن منشوف بصيلة الشعر منشوف هل هي بصيلة الشعر ماتت هل بإمكان أنه نحن نعالجها أو لا لو هي ميتة فهي طبعا بيحتاج زراعة شعر طيب عمليات زراعة الشعر من هذا يا دكتور تقدر تعملها لأي فئة عمرية سواء كان الرجال أو النساء ولا لا فيه محزير من إجراءها لبعض الأشخاص اللي بيعانوا من بعض الأمراض مثلا طب بعد العملية ببقى فيه متابعة دورية ولا خلاص هو بيعمل العملية وهو آمن تماما من أي أثار جانبية هلأ أكيد مو كل الأعمار هو بينفع يعني مثلا من يعني المفضل أنه يكون فوق 22-24 سنة فما فوق أو فيه دراسات مثلا عند الآسيويين أنه من 25 فما فوق ممكن كمان من 20-21 سنة أوكي ولكن لا تفضل أنه هي تنعمل زراعة الشعر طبعا نستسمع حضرتك نطلع فاصل بس هزي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 أيضا وشغلة تانية المزاج أو السيكوليجي الحالة النفسية بالضبط أنه هي بتسبب كتير أنه تلاقي أقولك أنا أشيبت قبل أواني بسبب أنه حالة نفسية أوهم كان موجودة عند الشخص والله هي علاج ما لها علاج بس نحن نمنع أنه هي ظهورة مبكرة عن طريق نقص سببها نقص بيتامينات والأشياء كلتها ومن ضمنها كمان نشرب كتير كافيين بالمناسبة أو التدخين فنحن ممكن نقلل هذه الشغلات عشان نمنع ظهورة مبكرة ولكنها بتروح بعد فترة لا لو هو ظهر فترة هي طبعا مستحيل تروح هي كعلاج ما لعلاج بس هي ممكن تخف لو يظبط الفيتامينات والتغذية أو التدخين أو الكافيين المزاج طبعا ممكن تقلل تمام دكتور ياسر حضرتك نورتيني وشرفتيني تسلميلي صفحة الفيسبوك الخاصة بدكتور ياسر تظهر معنا على الشاشة وكذلك لينك الخاص بالتيك توك ورقم التواصل خاص بدكتور ياسر عيسى اللي عايز يتواصل معاه وأي مشاكل خاصة بالشعر يقدر طبعا من العلمة دكتور ياسر يفيده بإذن الله نورتيني وشرفتيني تسلميلي نوريكم إن شاء الله يكون الجميع استفادة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا حضرتك تسلميلي العرب أعزائي المشاهدين أتمنى تكونوا استفدتم الحلقة النهاردة وإن شاء الله ألقاكم بكل خير الأربعاء المقبل 11.5 على الهواء مباشرة إن شاء الله السلام عليكم